اشتركوا في القناة 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 الوحيدة النهاردة على شاشة الاهلي تيفي لا في لقاء قمة ديربي اتعودنا عليه دايما قوي ومسير في كرة السلة الاهلي والزمالك النهاردة ان شاء الله على شاشة النادي الاهلي الساعة 9 وربع طبعا زميل عزيز كابتن هيسم سعيد هيكون مع حضراتكم في السوديو تحليل قبل بداية المباراة الساعة 8 ان شاء الله كل التوفيق لرجالة البسكت النهاردة ندخل في تفاصيل اخبارنا وطبعا ما فيش حاجة بتهم الجمهور نادي الاهلي اكتر من الساعة الاهلي لمطش الرجا والرجاء البيضوي هنتكلم عليه زي ما اقولت لحضراتكم النهاردة بالتفصيل ونقدم لحضراتكم بروفايل كامل عن الفريق عن السفقات الجديدة عن مفاتيح لعب وعن نقاط القوة والضعف وهنتكلم كمان بالارقام عن مارك فيلموتس الموديل الفني البلجيكي اللي تولى مؤخرة مسؤولية الإدارة الفنية يعني لفرقة الرجاء خليني بس لشان فيه كلام كتير قوي على السوشال ميديا اليومين دول على بعض اسماء لنجوم النادي الاهلي طبعا النهاردة هو ميران تارت بالنسبة للفريق بس هو الميران الاول اللي بياخده الفريق مكتملا يعني طبعا حضراتكم عارفين انه الجهاز الفني قرر يدي راحة لكل اللعيب الدوليين اللي كانوا بيشاركوا مع المنتخبات في بطولة كلاس العرب وبالتالي ما ظهروش مبارح في الميران الجماعي النهاردة ان شاء الله الفريق بكامل قوته هيكون موجود في أرض الملعب عشان يخوض ميران قبل 48 ساعة طبعا من مواجهة الرجاء كلام كتير كان على بعض الأسماء زي ما قلت لحضراتكم من دقايق بسيطة جدا بدأت المحاضرة الفنية من مستر بيتسو موسيماني واللقطات اللي حضراتكم شايفينها كانت من داخل مقر الإقامة طبعا في الفندق يعني اللي فيه بعثة النادي الأهلي دي كواليس من النهاردة الصبح وزي ما قلت لحضراتكم من دقايق بدأت المحاضرة الفنية وبعدها هتبتدي لعبة النادي الأهلي تدخل فيه التدريب وهننقل لحضراتكم إن شاء الله وهنروح للدوء هنطمنكم على تمرينة الأهلي النهاردة بس خليني الأول أطمنكم على لعبتنا عشان كان فيه كلام كتير بيتقال على عدد من أسماء نجوم النادي الأهلي منهم الشناوي منهم أيمن منهم أفشة منهم أكرم توفيق بداية نبتدي مع الدكتور أحمد أبو عبلا طبعا اللي تكلم على إنه الشناوي هيشارك النهاردة في التدريبات الجماعية بعد ما خد راحة من تمرينة مبارح وكلام طبعا كان على إصابة الشناوي ويناس تقول لك هيشاركه مصاب هيتحمل على نفسه كلام ده كله ملوش أي أساس من الصحة ودكتور أبو عبلا بيقول وبيأكد بشكل قاطع إنه الشناوي سليم تماما ولا يشكو من أي إصابة أو حتى أي إجهاد بعد ما رجع من مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كهس العرب وقال إنه الشناوي من أول منضمة للبعثة خضع لفحوصات طبية كاملة والجهاز الفني قرر إنه هو يريحهم مع بعض طبعا اللاعبين الدوليين عشان يأهلهم ويخلصهم من شعورهم بالإجهاد بالتأكيد طبعا عدد كبير جدا من ببارات القوية جدا وبالتالي كان مهم جدا إنه هم ياخدوا راحة قبل ما يدخلوا في مرحلة استعداد لمواجهة الرجل أما فيما يتعلق بأيمن فأطمن برضو حضراتكم عليه وده طبعا على حسب الكلام اللي وصل لنا من دكتور أحمد أبو عبلا بشكل برضو قاطع إنه أيمن النهاردة هيشارك في التدريبات الجامعية وقال إنه أيمن خضع لعدد كبير جدا من الاختبارات الطبية دقيقة جدا وإكتاز كل مراحل العلاج الطبيعي والتأهيل بعد الإصابة طبعا اللي جات له فيه خلال مشاركته في رجبيته طبعا خلال مشاركته مع منتخب مصر الوطني في البطولة ودكتور أبو عبلا قال إنه اللاعب أدى كل الاختبارات المطلوبة منه بقوة شديدة وما اشتكاش من أي ألم وبنان عليه هيتم تدفع به النهاردة إن شاء الله في التدريبات فكده ده الموقف بالنسبة للشناوية أطمنكم على الشناوية وأطمنكم كمان على أيمن عشر نروح بقى لسه طبعا إحنا يعني التواصل مع دكتور أحمد أبو عبلا عشان ننفي أي كلام على أي حاجة حصلت أو توابع ما بعد كأس العرب لأنه طبعا حضراتكم عارفين إنه كان في عدد من نجومنا سواء علي معلول مع تونس محمد مجدي أفشا مع منتخب مصر أصيبوا في البطولة لكن الحقيقة برضو كان مهم جدا للجهاز طبي النادي الأهلي يتطمن على نجومنا قبل المواجهة المهمة جدا مع الرجل معلول خضع لأشعة سونار والحمد لله نتيجتها جات إجابية جدا واللعب إن شاء الله برضو هيكون جاهز عشان يشارك في التدريبات الجامعية النهاردة بشكل طبيعي ونفس الشيء ينطبق كمان على محمد مجدي أفشا عمل أشعة سونار عشان جهاز الطبي يطمئن على حالته بعد الإصابة الأخيرة اللي لحقت به في مشاركته مع منتخب مصر الوطن أكرم ما عندهش مشاكل أكرم عنده حالة إجهاد وفترة الراحة اللي دهاله الجهاز الفني بعد ما انضم لبعثة الفريق في قطر هو كان يعني بيشتكي من بعض الألم في العضلة الأمامية يمكن الألم ده يعني إحساسه به كان نتيجة تعرضه لكدمة شديدة شوية وهو بيلعب مع مطشاط المنتخب في بطولة كاس العرب لكن أكرم خضر واحد زي ما قلت لكم من المشاركة مبارح وإن شاء الله بإذن الله هيكون جاهز عشان يشارك برضو في تمرينة النهاردة وهيخضع اللاعب برضو لفحوصات طبية دقيقة واختبار طبي عشان يتم التأكد من سلامته بشكل كامل وده اللي الأهل يعودنا عليه مفيش لعب ممكن يشارك لو عنده أدنى إحساس بألم مش ممكن أهلي خطر أو يجذف بلعبته والحمد لله لحقيقة عندنا في كل مركز الموسم ده تتطمن يعني نتمنى السلامة لكل لعبتنا طبعا لكن في النهاية حتى لقدر الله لو تعرض الفريق لإصابة على عكس الموسم اللي فات شوية الموسم اللي فات لما بيبقى كان فيه إصابات كتير بعض المركز كنت بتفكر أنك انت تعيد توظيف لعيبة احنا اكتشفنا أكرم توفيق أساسا بالصدفة في مركز الباكي اليمين ونجح طبعا نجح كبير جدا ودخل في منافسة قوية جدا مع هاني لكن غاب أكرم موجود هاني غاب هاني موجود كريم فؤاد والتلاتة الحقيقة أسماء على قدر كبير جدا من المستواهم عالي وإمكانياتهم تطمن يعني أما بالنسبة لصلاح محسن فصلاح محسن هيواصل استكمال برنامجه العلاجي في برنامج علاج طبيعي محطوط ليه بيكمله طبعا في القاهرة عشان يعني ان شاء الله يبقى جاهز بالسلامة ويرجع لنا بيشتكي طبعا كان بيشتكي من إصابة في العضلة الخلفية واللعب هيجري أشعة عشان يعني الجهاز الطبي يتطمن على مدى استجابته وتقدمه في البرنامج العلاجي اللي تحطي ليه بعد ما فضل طبعا الجهاز الطبي أنه يستمر في القاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي أروح مع حضراتكم بقى لصفقات شتوية محتملة وكلام كتير الحقيقة على عدد كبير جدا من أهم وأبرز نجوم أوروبا هل من الممكن نشوفهم بيغيروا ألوان التيشرت بتاعتهم وانتمعاتهم فيه خلال المركات وشتوي تعالوا نستعرض مع حضراتكم آخر المستجدات طبعا دي اللقطات اللي بقول لحضراتكم عليها من ثواني يمكن لعبة النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي بيتجهوا لقاعة المحاضرات عشان يسمعوا محاضرة مستر بيتسو موسيماني اللي هتكلم فيها أول مرة بتتجمع الفرقة بشكل كامل من فترة طويلة جدا في يعني في اعتقد في شهر 12 يمكن من ساعة مباراة سموح شهر 12 كله ما اجتمعتش فرقة النادي الأهلي إلا يوم 20 عشان تقابل الرجاء يوم 22 بس ان شاء الله بإذن الله متطمنين متطمنين على اللي كانوا موجودين مع منتخباتهم الدولية شفناهم وتابعناهم بدر بنون مع المغرب قائد المغرب علي معلول قائد منتخب تونس عمر والسولية ومحمد شناوي قادة منتخب مصر الأهلي غني الحقيقة بولاده وبنجومه اللي ان شاء الله على مستوى المسئولية والحدث وقدرين ان شاء الله يرجعوننا ببطولة كاسل سوبر وعلى الرغم من فوارق الإمكانيات دايما بأكد وبحب بزات السوبر ده وانهبي يعني السوبر ده على وجه التحديد أنا بحب دايما أدي مهما كان اسم الخصم مين يعني هو يمكن لو رجعنا للسوبر مصري فيه درس وفيه عبرة لابد ان احنا نحطها قدام عينينا مهما كانت الفوارق ومهما كانت الإمكانيات بتصب في مصلحتك المباراة اللي بتتحسم أو البطولات بتحسم من المباراة واحدة دي ملهاش اي منطق وملهاش اي مقاييس قدر تقيس عليها نروح لسه فقط شتوية المحتملة وابتدي مع حضراتكم بقى من الديلي ميل البريطانية اللي أكدت انه تشيلسي انجليزي بطل دولي الأبطال مهتم جدا بضم المدافع الهولندي ماتياس ديليخت مدافع اليوفي طبعا وأكد ده انه مينو رايولا طبعا وكيل عمال اللاعب أكد انه اللاعب الهولندي منفتح بالفعل على انه يمشي او يترك ناديليوفي الايطالي أما دهان البريطانية فأكدت انه المان يونيتد بيستهدف التعاقد في منافسة هتكون قوية جدا مع الريال ويستهدف التعاقد مع مين مع ايرلينج هولند طبعا مهاجم بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية كمان أكدت نفس الصحيفة انه باريس سان جرما ما فقدش الامل لسه في اقناع طبعا النجم الفريق ونجم منتخب فرنسا كيليان امبابي بالبقاء مع الفريق الفرنسي ورجوع عن قراره بالانتقال الريال وأعتقد انه في حال نجاح صفقة ايرلينج هولند في انتقال الريال هيبقى من الصعوبة جدا انه تتم صفقة كيليان امبابي أما مع الديلي ميرر البريطانية فأكدت انه نيو كاسل الانجليزي مستعد لتقديم عرض لاستعارة انتوني مارسيال طبعا مهاجم المان يونيتد اللي كان فيه كلام عن اهتمام ادارة اليو في بي عشان يساعد الفريق في تحسن نتائج وتفادي الهبوط من البرمير لي كلامنا كتير في السادسة عندنا تختال الدوري الالماني تختال الدوري الهولندي والدوري البرتغالي وخليني كمان اروح مع حضراتكم للدالي اكدت كمان انه نادي اسنفيلة تقدم رسميا بعرض رسمي لضم جوجو ماز مدفع ليفر بول الانجليزي ايدان سينكافاني طبعا وبعد الخبر الصادم هم خبرين الحقيقة الموسم ده كان صعب جدا على عشاء البرسا طبعا انتقال لان الميسي لباريس سانجيرما في مفاجأة ما كانش اكتر عشاء البرسا تشاقو من يتوقحها ومن بعدها كان خبر طبعا اعتزال كون اجويرو مهاجم ارجنتينو ولاعب البرسا الجديد نتيجة مشاكل في القلب الكلام النهاردة على انضمام ايدان سينكافاني طبعا نجم منشستر يونيتد والحقيقة الصحيفة اكدت انه ايدان سينكافاني عنده رغبة فعلية فيها الانضمام لبرشلونة لكن قد يكون بعقد قصير الامد دي اخبار الانتقالات الشتوية عندنا كلام كتير زي ما قلت لحضراتكم هنستعرض موقف تشيلسي الانجليزي في ما يتعلق بمشاركته طبعا في بطولة كاس العالم الاندية كلام كتير وتقارير رصدت انه قد يكون هناك امل في تأخير موعد انطلاق البطولة لمدة 3 او 4 ايام ده هنعرفه اكتر طبعا من كارلو كودتشيني حارس مارما تشيلسي السابق وحاليا هو سفير وممثل نادي تشيلسي وايضا المسؤول عن ملف الاعراض كلام طبعا على كرة الانجليزية بالمناسبة وجود تشيلسي كبطل في دوري الابطال فرصته في الدوري الانجليزي وفرصته في التشامبينز ليج كل ده طبعا في حوار خاص جدا وحصل لينا على شاشة الاهلي تي في السادسة بس تسمحوا ان نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد من زي ما بيصفوا الموقع الرسمي لنادي تشيلسي واحد من امهر حراس المرمة اللي حرسوا عرين البلوز كارلو كودتشيني وهو بالمناسبة ضفنا في السادسة من خلال فيديو كونفرنس طبعا كلام على تشيلسي منافس محتمل ان شاء الله في بطولة كاس عالم الاندية وبالتأكيد كلام كتير جدا على موقفه من المشاركة في البطولة او توقيت البطولة مشاركة كمان مشاركة لعبين الافرقة المحترفين في تشيلسي مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كاس امم افريقيا وكلام كتير طبعا عن تشيلسي بصفته مرشح لتحقيق لقب او منافس على لقب البريمير ليج ومنافس عنده رغبة في الحفاظ على لقب احرازه مع توماس طوخل الموسم الاخير في بطولة تشامبيونز ليج اوروبا خلينا نرحب بداية بكارلو كودتشيني معنا على شاشة النادي الاهلي طبعا بداية شكرا لك على ظهورك معنا في السادسة وبرحب بك على شاشة النادي الاهلي مساء الخير مساء الخير على الجميع دعوة لكارلو كودتشيني اتمنى حظ سعيد النادي الاهلي التي تنتظره مباراهم الأربعاء في السوبر الافريكي شكرا لك مشوار طويل جدا كواحد من اهم حراس المرمى للعب والبلوز امتد بعد تركك للملاعب بدل باتي انت سفير وممثل لنادي تشيلسي وايضا اعتقد انك انت التكنيك الكوتش المسؤول عن ملف الاعراض خليني افتح معك اكتر من موضوع والبداية هتكون مع كاس العالم للاندية يهمني بداية اعرف لانه فيه كلام كتير جدا على توقيت البطولة وعلى تعارضها مع بعض البطولات الاخرى الاهلي كان بيشتكي من فكرة انه البطولة بتتعارض مع بطولة كاس الأمم الافريقية مونتري المكسيكي لعبته مشاركة مع منتخب المكسيك في تصفيات كاس العالم يهمني اعرف موقف تشيلسي من توقيت بطولة كاس العالم للاندية اللي هتقام في ابو ظبي يجب ان اكون صريحة معك في هذا الامر باعتباري ممثل لنادي تشيلسي حتى الان النادي لم يتلقى اي شيء صريح بمعنى تشيلسي لم يوافق على تأجيل او تمديد بطولة كاس العالم للاندية في ابو ظبي ولم نرفض اذا تشيلسي لم يرفض ولم يوافق حتى الان موقف الادارة موقف صعب جدا انت تعلم لاننا نعيش في فترة صعبة فترة نقول علي فترة غريبة بعد الشيء بسبب تجدد الفيروس وبسبب تجيل بعض المباريات في الدورة الانجليزية لذا فترة لم نؤكد اي شيء حتى الان طيب اكد يعني على الكلام كلام حضرتك انه حتى الان لم يتم اي تواصل رسمي بين تشيلسي وبين الفيفا فيما يتعلق بموعيد اقامة بطولة كاس العالم الاندي او اكد لك كلامي تشيلسي لم تصله اي شيء من الفيفا او من الاتحاد الدولي او من اللجنة المنظمة لادارة كاس العالم من اجل تأجيل البطولة بعض الايام ولم يصلنا اي شيء رسمي هذا تأكيد لشاشة قناة النادي الاهلي اذا ما حدث اي شيء سأكون سعيدا بالدخول معكم مرة اخرى واكد طيب هارجع لملف كاس العالم بس على مستوى المنافسة بس خلينا روح كمان لوجهة نظر تشيلسي الانجليزي سمعنا انه اتحاد الاندال الاوروبية تواصل مع الفيفا وتواصل مع مسؤولي الفيفا فيما يتعلق باقامة كاس الأمم الافريقية وعدد كبير جدا من اندال اوروبية وفي مقدمتها الاندال انجليزية طبعا اللي بيشارك فيها عدد كبير من النجوم الافرقى المحترفين ابدت اعتراضها على انضمام نجومهم للمنتخبات الوطنية ومشاركة في كاس الأمم الافريقية هل تشيلسي بيتبنى نفس الموقف ولا لموقف مختلف للأسف تشيلسي ايضا لم يتلقى اي شيء من اللجنة المنظمة لبطولة الامم الافريقية باستدعاء بعض العيبين تشيلسي العيبين الافريقى الذين اللعبونا في الدور الانجليزي الاتحاد الدولي للأسف لديها اشياء عديدة غامضة لم يتم توضيحها الامور بالامس كان هناك اجتماع وتعلم ان الاجتماع خرج بلا شيء كان اجتماع اليوم مع سامو الإيتو ورئيس الاتحاد الافريقي في الكاميرون نحن نتركب ماذا سيحدث لان تشيلسي ايضا مثل النادي الاهلي يتركب ارسال لاعبين الافريقى وبالنسبة لكاس العالم نريد ان نعرف الموقف ايضا هناك موقف صعب بتأجيل بعض المباراة في الدور الانجليزي اذا بالنسبة لبطولة الامم الافريقية للمنتخبات لم يصل الينا اي شيء بالنسبة للاعبين الافريقى ولم نعلم حتى الان هرجع مرة تانية للكاس العالم الانديا وبالتأكيد لقب غايب عن خزين تشيلسي ازاي بيبص او بتنظر ادارة تشيلسي للمشاركة تشيلسي كبطل لأوروبا في البطولة وفرصوا في تحقي اللقب وشايفين ازاي قوة المنافسة في بطولة بحجم كاس العالم الانديا على الورق الجميع يعلم ان تشيلسي بطل اوروبا وهو الاقوى وهو المفضل للفوز بالبطولة هذا اذا ما تحدثنا على الورق لكن البطولة بها واحد من اعظم الانديا الافريقية النادي الاهلي نادي تعود على الذهاب الى كأس العالم اكثر من سبع مرات مشاركة للنادي الاهلي الافضل في افريقيا كده يكون هناك بعض المفاجآت ايضا من بلميرس فريق برازيلي كبير ولديه سوالات وجوالات اعتقد انه تشيلسي بعد ما بدأ بداية مهتزة مع فرانك لامبرت في بداية الموسم الاخير ومع توالي تومس دخل المسئولية ظهر تطور كبير جدا في اداء الفريق وده مكنه الحقيقة من الوصول لتحيي لقب دوري الابطال ولكن يبدو انه تشيلسي بيعاني في بداية الموسم ومستوية في حالة تزبزب ونتاج الاخيرة يمكن ما كانتش على المستوى من وجهة نظرك ايه اهم الاسباب انت تعلم ومن الواضح انك تتابع تشيلسي وتتابع الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي بطولة مختلفة عن جميع الدوريات هناك دائما سلم موسيقي لكن تشيلسي في الاونة الاخيرة سلاسة عادلات مخيبة للامال اطاحت بتشيلسي من المقدمة هناك ايضا بعض الاشياء الاخرى التي تتسببت في ذلك اشابات بعض اللاعبين وبعض الاختيارات التي تدخل فيها ماسيمو تخيل اتمنى ان ننهي فترة الكريسماس واحنا في مركز متقدم افضل من ذلك من فترة مش بعيدة وكل التقارير بتتكلم عن رغبة اندية انجليزية في تدعيم صفوفها في المركاتو الشتوي منهم طبعا منشستر يونيتد منهم المان سيتي منهم توتنام ومنهم كمان ليفر بول وتشيلسي يبقى غايب عن الصورة هل ما فيش اهتمام بتدعيم صفوف الفريق في المركاتو الشتوي القادم وهل توماس طوخ المكتفي باللعبين الموجودين في قائمة الفريق في حقيقة الامر هذا الشيء من اختصاصي كارلو كوديتشيني بعتبار مختص ايضا بقسم الاعارات في اللاعبين لكن انا كل يوم اشاهد العديد من الدوريات وفي هذه الايام تستطيع ان تكون ان تشيلسي كامل متكامل بالطبع نريد ان نقوم بعمل صفقات جيدة صفقات كبيرة لكن انا انتظر اوامر اوامر من الرئيس النادي اوامر من الادارة الفنية عندما يعطوا لي الضوء الاخضر بالتعاقد مع بعض اللاعبين نقوم بجلب الاسماء ونظر السلام اذا ما قاموا بذلك سيكون كل شيء على اوروب في بعض التقارير اصد اهتمام من شيلسي بديليخت الهولندي الدولي ولعب اليوفي الحالي هل التقارير دقيقة او صحيحة او قرر لك اشاي لدينا بعض الخصوصيات في موضوع الصفقات تشيلسي الان كامل ولنا العديد من اللاعبين الرائعين اذا ما كان هناك بعض الصفقات سيتم اعلانها عبر الموقع الرسمي للنادي الانجليزي وسيكون الامر معلوم للجميع يوسفني قول ذلك لا اريد التصريحات ببعض اللاعبين الذي قد اتعاقد معهم في يناير لكن قد يكون هناك بعض المفاجآت التي قد تسعد جماهير تشيلسي في الامر القديم بمناسبة الصفقات خلينا روح لصفقة يمكن جماهير البلوز لامت فيها ادارة تشيلسي بشكل كبير جدا ويا صفقة اللاعب المصري محمد صلاح اللي كان ليه تجربة الحقيقة في صفوف تشيلسي في الفترة اللي كان بيتولى فيها الادارة الفنية جوزي مورينيو ازاي بتشوف صلاح في تشيلسي وازاي بتشوف صلاح دلوقتي في ليفر بول وايه الفارق سواء من حيث المستوى الامكانيات الشخصية من وجهة نظر كودتشين في محمد صلاح طبعا الاختلاف عندما وصل صلاح الى تشيلسي كان لا اريد ان اقول اللاعب متواضع لديه بعض الامكانيات القليلة انه اتى من بازل في سويسرا والدور السويسري ليس كالدور الانجليزي وبكل تأكيد الامر كان صعب بعض الشيء على محمد صلاح من اجل التأكل في البريمر ليج لكن نتكلم عن الوضع الاخر محمد صلاح الان يصنع اشياء خارقة ويقدم اداء رائع مع ليفر بول لم يكن محظوظ صلاح مع مورينيو في فترة تشيلسي لكن صلاح ذهب الى ايطاليا وعندما وصل الى ليفر بول تألق صلاح وبزغ نجمي صلاح لان صلاح لديه امكانيات عظيمة جدا وقول لك الشيء باعتباري اشياء صلاح كل اسبوع دائما صلاح لديه العديد ليقدمه هل نادي بحجم تشيلسي لا ينظر الى مثلا في ملف التعاقدات لا ينظر الى التعاقد مباشرة مع لعبين افارقة او عرب من دورياتهم المحلية يعني هل لابد الاول انه يبقى فيه محطة او يبقى فيه ترانزيت مع واحد من الدوريات المتوسطة في اوروبا زي سويسرا زي بلجيكا وغيرها من الدوريات عشان يتم التعاقد مع لعب افريقي ولا من الوالد انه يحصل صفقة او انتوا بتتبعوا الاسواق في المنطقة العربية وافريقيا بكل تأكيد لا ليست لدينا ليست لدينا اي مشاكل من اتمام تعاقدات في الوطن العربي او في القرى الافريقية انظر هذا عندما يكون هناك لاعب يستحق ارتداء شعار تشيلسي نذهب ونتعاقد معه لا يهمنا من اين هذا اللاعب وما هي جنساته اذا كان افريقي اذا كان عربي اذا كان من اي وطن قد يلعب في اي بلد في العالم لا يهمنا ذلك كارلو كودتشيني طبعا نجم ايطاليا ونجم البلوز بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا على شاشة الاهلي وكل التوفيق طبعا لتشيلسي في الشامبيونز ليج وفي البريمير ليج لكن مش اقدر اتمنى لك نفس الامنية في كاس العالم للاندية وان كنت اتمنى الحقيقة انه يجمعنا مواجهة بين تشيلسي وبين الاهلي المصري ده معنا ان احنا نقدر ان شاء الله نوصل للمباراة النهائية كلامنا عن الرجا هنفرد ملف للصفقات لنقاط القوة والضعف المدير الفني مارك فيلمت كل الكلام ده مع شريف سالم محل الاداء هيكون ضفنا في السادسة بس بعد الفاصل لغة ارقام بتعكس تفوق الاهلي على كل الاندية المغربية والحقيقة خليني اقول كمان بالذات تحت قيادة بيتسو موسيماني الحقيقة الهيمنة افريقية الاهلي مع موسيماني الحقيقة هزم او لم يخسر اساسا من اي نادي من كبار القرى الافريقية بالعكس تفوق على كل الكبار في افريقيا تفوق على الوداد المغربي زهابا وايابا تفوق على الترجل التونسي زهابا وايابا تفوق على سانداونز تفوق على كايزر تشيفس في النهاية تفوق على الزمالك المصري ويبقى الرجاء ضحية محتملة البيتسو موسيماني والنادي الاهلي في مباراة السوبر الافريقي نأملها وان شاء الله بإذن الله لصالح النادي الاهلي وتبقى في القائمة يمكن أن ينبى النيجيري وما زينبي الجنغولي اعتقد دول يا شريف القائمة الضحية طبعا شريف سالم محلمة ده هيكلمنا اكتر طبعا على الرجاء النهاردة بالارقام نتعرف على فرقة تقريبا شبه جديدة بسأخير يا شريف من نور الدنيا الله يخليك شكرا الرجاء السنة دي مختلف بشكل كبير عن الرجاء اللي تبعناها في نسخة النجمة التاسعة لحق نادي الاهلي كان طرف فيه قبل النهائي لنادي الزمالك المصري وتفوق عليه نادي الزمالك ووصل الاهلي عشان يواجهوا في النهائي ومختلف برضو عن نسخة الرجاء اللي فاس بالكونفيدرالي الاختلاف في الاسلوب والفلسفة مش كبير بس الاختلاف في الأسماء طبعا فيه اختلاف كبير في الأسماء الأسماء سواء لعبين او كجهاز فني او كجهاز فني اعتقد الرجاء تخلى عن تقريبا حوالي 13 لعب في الويندو اللي فات موالي 14 لعب تخلى عن نجوم مهمة تسمح لي يا شريف يمكن اللقطات المنالة على حضراتكم طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وصل دلوقتي لمكان تدريب النادي الأهلي مع رئيس الاتحاد القطري معها طبعا هاني أبو ريدا الأستاذ طارق أنديل طبعا عد مجبس إدارة النادي الأهلي ظاهر كمان في الصورة ولحظات طبعا وكابتن الخطيب هيكون موجود عشان يتابع تمرين الفريق تفضل يا شريف الاختلاف في الفلسفة مش كبير تقريبا نفس الأداء نفس الفلسفة اللي احنا تعاودنا نشوف عليها الرجاء في السنين اللي فاتت بس يمكن الأسماع مختلفة شوية الرجاء تخلى عن النجوم اللي موجودة عنده بنتكلم على مالونجو وصوفيان رحيم اللي اتنين خرجوا دخل بعض اللعيبة اللي يمكن أهمهم حميد أحداد حميد أحداد يعني لعيبة يعني لعبة برضو مرت على الدور المصري حميد أحداد نهيري كمان موجود شوفناه في البطولة العربية مع منتخب المغرب كم لعب دولي في قايمة الرجل أعتقد بنتكلم على الحداشر اللي موجودين على الأقل لكلهم دوليين باستثناء كوياتي اللي ما بيلعبش أساسي بيلعب مكانه حديث تصفخة جديدة برضو ده جاي من من تيبي مازينبي من مازين جاي اه في ترانسفير أوكي اسمحنا يا شريف معنا على التليفون سيد عبدالإله طبعا بداية أهلا بك على شاشة النادي لأهلي أهلا بك السادي وأهلا بالطيف الكريم متحية لجماعي النادي بهذه أهلا بك بداية طبعا اللقاء بيجمع بين أشقاء الأهلي والرجاء في سوبر إفريقيا إزاي استعد الرجاء المغربي للمواجهة وأهم الأسماء اللي حضرت وأهم وأبرز الغيابات برضو الحمد لله بأن المقابلة هي بين بلدين شقيقين بين المصر والمغرب ويمثلهم كل من الأهل المصري نادي بمرجعية تاريخية ونادي رجاء الرياضي فذلك بمرجعية تاريخية لكن علاقة حب مودع بين جماهير الرجاء وجماهير الأهلي وأتمنى إن شاء الله بأن تكون الروح الرياضي هي السائدة وتكون إن شاء الله مقابلة بين فريقين يمثلين القارة الأفريقية خير تمتين تعدادات بالنسبة لما كان هدي رجع الرياضي فهي تعدادات عادية الحمد لله مقابلة نهاية يد الكاس سوبر خارج القارة الأفريقية نادي رجاء كان أول فريق يفوز بكاس سوبر خارج القارة الأفريقية ضد نادي الترجي بدولة قطر نتمنى الله سبحانه وتعالى بأننا نعيد الكرة والحمد لله المعنويات جد مرتفعة هذه اللاعبين وكلنا نعتقد أن سندافع للحضور دينا إن شاء الله بالأجل لقبل الإفريقي هل في صعوبات واجهة الفريق الرجاء قبل في مرحلة الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي صراحة نحن كفارقة نقوله كعرب ولكن كفارقة من العيب والعرض أن كانت هناك ارتجالية بتحديد تاريخ السوبر مسابقة بمرجعية تاريخية بقيمة كالسوبر الإفريقي كان على الاتحاد الإفريقي بأنه يحدد تاريخ السوبر سلفا فلا يعقل بأنه كل مرة السنة الفارقة كان السوبر يتلعب في شهر ماي هدى السنة هذي كان تاريخ في الكواليس بين قوسين شهر فبرايا على بقى ثلاثة أسابيع كانت مراسلة من الكاف تحدد نادي الرجاء ونادي الأهلي على حد سواء بأن السوبر يوم 22 دجمبر مع إلزامية الرجاء والأهلي بإعطاء اللائحة النهائية يوم 10 دجمبر والمرأسلة كانت مراسلة في دجمبر العالم يعيش حالة استثنائية ونتمنى الله أن ينفع الوباء والبلاء فكين تدابير صحية كين تدابير احترازية كين مشكلة للتأشيرة كانت هناك صعوبات ولكن من يصنعنا الصعوبات هي عادية وروتينية في الحالة استثنائية التي يعيشها العالم بتكلمني عن ظروف وجود البعثة في قطر القائمة بتاعت الفريق هل الفريق بيعاني من أي إصابات أو من أي غيابات وإزاي بتبص للمواجهة اللي هتجمعكم إن شاء الله مع الأهلي بعد بكر كين نشكره دولة قطر كنشكرها ونفتخر دولة قطر كدولة عربية لأن كين من شاعات غيابية كين كاس العرب في فلداز وعطى واحد الصمعة جيدة بالنسبة للعرب كبلدان وكشعب أنه يستحق تنظيم منافسة من حجم كاس العالم إن شاء الله وتمنى أنهم يتوفقوا فكين شكرهم من الحسن الضيافة الإقامة سيكون فيها جواء جد مريحة اللاعبين معنوية مرتفعة الحمد لله جميع اللاعبين جاهدين ما كانش هناك ولا غياب وجميع اللاعبين إن شاء الله سيكونوا تحت إمارة المدرب اللي ستكون عنده الحرية دي تحديد تشكيل اللي سيواجه نادي الأهل المصري في كالسوبر إزاي بتشوف الفترة البسيطة اللي تولى فيها مارك فيلموتس المدير الفني الجديد لفريق الرجاء المغربي المسئولية وهل شايف أنه تأقلم أو قدر يسيب بصمة قبل مواجهة كبيرة مع نادي الأهل المصري بطل دوري الأبطال طريقة الحال كانت هناك كان هناك توقف دي البطولة من يسمح لماك في المصري بأنه هي هذه المباراة وتعرف على التشكيل وتعرف على اللاعيبة فرد الفرد فالحمد لله أنه تشوف بقصر المسئلة وذلك يحط اللمسة دي على الهوية دي نادي الرجائي لأننا كنادي الرجائي فعدنا هو يوعدنا طريقة لكن طرحة هناك إلحاح من مرشب مدير دي نادي الرجائي فالتعاقد مع مارك في الموت كان تبعا لمعايير وهذه المعايير كانت تماشى مع تشكيل اللي عنده وكان ظن بأنه كان هناك انتجام بينه كطاقة تقنية باللاعبين وبدأوا اللاعبين الحمد لله أنهم تماشوا مع الطريقة دي المارك في الموت في النهاية يعني شرف للكرة العربية بداية وصول طرفين عربيين لنهائي بطولة السوبر الأفريقي نهائي مصري مغربي يتكرر السنة اللي فاتت كان الأهلي المصري ونهضة بركان السنة الأهلي ورجاء فإن شاء الله نتمنى اللقاء مشرف للكرة العربية شكرا جزيلا عبدالله إبراهيمي المتحدث باسم نادي الرجاء المغربي نرجع ثاني قبل المدخلة على مارك جلمس المدير الفني هو البلجيكي الجديد تولى المسؤولية يمكن لعب مع الفريق 3-4 مطشاط تقريبا أعتقد أنه المباراة الأهلي في الظروف دي ممكن تبقى المواجهة الأصعب بالنسبة له شايف فكر الرجل إزاي بصماته أو بلسيفية تاعه برضو بيقول إيه لو حبينا نقيم الإدارة الفنية للرجاء هو مدرب كويس مدرب يعني عنده كدير كويس لحد دلوقتي يشتغل مع منتخبات كويسة بنتكلم على إيران بنتكلم على منتخب بلجيكا رجل عنده كريير كويس عدد مباراة كمان عنده خبرات كويسة شاطرين المغربة في موضوع اختيار المديرين الفنين الأجنبيين على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية على فكرة يعني دايما بنشوف أسماء مميزة جدا في الفرق المغربية بنشوف أسماء مميزة وأداء كويس وأداء كويس بس هو يعني يعني هم سوف يلاقي فينا أو لاقي فيهم طيب 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 نحن جبنا مارتين يول ونعملش حاجة فممكن يكون الاختيار دايما بيكون عادي فيه كريتيريا للاختياط ممكن ده اللي بيفرق شوية أو اللي بيحسس نحن أنه الناس دي خلق اتحالة أو عندها مداربين بتيجي تشتغل وبتقدم حاجة كويسة هو الرجل اشتغل قويس اشتغل ثلاث ماتشوات هو جي بعد ماتش الوداد على العطول ماتش الوداد انتهى بالتعادل واحد واحد موقف الفرقتين كمان في الدورة متشابه شوية بس يمكن الوداد بيتفوق شوية هو الوداد أول والرجاء وصيف دلوقتي الوداد لعب 12 مباراة الوداد لعب 12 مباراة الرجاء لعب 13 هو ده يمكن الفرق بين الفرقتين 8 مكاسب من الـ 12 حققها فرقة الرجاء الرجل جي بقى بعد الماتش ده اتعادل اول مباراة كسب اول مباراة سوريا 1-0 تاني مباراة خسر من اعتقد أولمبيك أسفي فرقة من اعتقد في المركزها الـ 14 أو 15 خسر منها 1-0 وكسب المباراة بعدها 2-1 واعتقد المباراة الاخيرة برضه كسب 1-0 في نهاية اللقاء مباراة الشبيبة فيعني نقول انه لسه بيتفرج على الفرقة كمان كان عنده مجموعة المجموعة التي كانت لسه من منتخب المغرب الموضوع بالنسبة لي الأولاني دائما لا يوجد حماس عند المضايبين وممكن الحماس يكون ايجابي في اللقاء مثل الكائس السوبر والجزء والتاني الممكن يكون ناجاتي في شوية أو سلبي فكرة انه بتبقى انت لسه مضارب جديد تاخلي على الفرقة مش حافظ لا اشتغل في أفريقيا مارك فيلموت دعم لا اشتغل في أفريقيا يعني لو تفرج على أهلي يتفرج عليه فيديو لكن ما شافش الأهلي في أفريقيا أو ما واجهش الأهلي في أي أنداء أفريقيا بل كتير بس نادي الأهلي يعني نادي الأهلي عشان عنده باترن في كل حاجة تقريبا في الخطط الدفاعية والهجومية وعنده ثبات في الطريقة من بداية المسم تقدر كمحل تفرج على الفرقة وتطلع على الإمكانيات الفرقة الموجودة تعرف مين أساسي ومين احتياطي تعرف مين كويس تعرف مين يشارك تعرف عدد دائي كل لعب قدية لأن فيه باترن في الفرقة شوية طب بصرف النظر عن يعني نحن نواجهة تقريبا فرقة جديدة حن نتكلم على 13 صفقة أو 14 صفقة عملها فرقة فريق بس مش كلهم بيشاركوا بس مش كلهم بيشاركوا بنتكلم على 4 أو 5 صفقات هي اللي موجودة وبتشارك وبقي الفرقة هي الفرقة اللي بقالها 3 أو 4 سنين موجودة مع فرقة الرجاء صفقات تقدر تقيمك لها وزنك لها تعود رحيل لعبين أنا شفتهم كانوا مؤثرين جداً في فرقة الرجاء في السنوات الأخيرة سوفيان رحيمي وبين مالونجو أعتقد أنهم كان لهم يعني كلمة السر دائماً في تحقي الرجاء المغربي للفوز أو انتصارات لا أنا بالنسبة لي فرق الجو ده ما بين كوياتي وبين مالونجو طبعاً فرق واضح أصلاً فرق كبير جداً طبعاً بتعريباً كوياتي تسعة مباريات في الدورة يسجل هدف واحد بس ما عملش ولا أسست بين مالونجو كان طبعاً حالة مختلفة يعني ناحية الشمال اللي مشي منها سوفيان رحيمي الموسم ده محمود بن حليب عمل أداء كويس عمل عدد أهداف كويس وعدد أسست كويس فممكن نقول هو ما عوضش سوفيان رحيمي لحد دوقتي عند الجمهور لكن أنا بشوف أنه هو العيب جاي وبيعمل أداء كويس طيب عايزك تقررنا شكل وطريقة واسلوب لعب وأداء الرجاء نقطة الخلل فين أو نقطة الضعف فين نقاط القوة فين في نفس الوقت التشكيل المتوقع طريقة اللعب اللي ممكن يواجه بها مارك فيلم سبيتسو مسماني في مواجهة السوبر خلينا نروح لده بالتحليل وبالأرقام وقرأتك للمباراة بس بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مع شريف سالم وحل الأداء ونتكلم أكتر نفرد مساحة أكتر لشكل وأداء الرجاء المتوقع في مواجهة سوبر أفريقي اشتركوا في القناة طيب زي ما شفتوا حضراتكم اللقطات دي على الهوى دي بداية تدريبات النادي الأهلي النهاردة في الملعب وشفنا يمكن ظهر في الكادر كده أكرم توفيق وظهر أيمن أشرف ويمكن نقلنا لحضراتكم كمان من دقايق وصول كابتن محمد الخطيب عشان يتابع التدريب بنفسه أرجع لك يا شريف ونبتدي كده نعمل مقارنة سريعة في الموسم ده أنا شايف أنه أرقام الفرقتين قريبة جدا من بعض نستعرض معك أهم أرقام الأهلي والرجاء المسم دلوقتي قبل الأرقام دي بسرعة بل متلعب في أفريقيا ست موتشاط مع ده أنت هتكلم على الموديل الفني الأول عشان احنا قبل الفاصل الرجل ملعبش في أفريقيا لا الرجل لعب في أفريقيا لعب ست موتشاط مع متخب كوديفور خسر منهم أربعة وأخذ مكسب واحد الجيل الحالي للمنتخب بلجيكا اللي هو يعني يمكن يكون أعظم أجيال بلجيكا الكروية على الإطلاق مظبوط الرجل اشتغل لمدة تقريبا موسمين مع منتخب بلجيكا كأسيسين كوتش وبعد كده بقى المانجر لعب تقريبا 51 موتش مع منتخب بلجيكا كان الجيل لسه بيبدأ إيذن هازرد وديبروينا ولكاكو كان بيبدأ الجيل ده هو اشتغل مع الجيل لما كان لسه طالع بيتصعد من المنتخب الأولمبي كان أسيسينت كوتش وبعد كده يشتغل معهم كمانجر بعد كده ماشي من منتخب بلجيكا وبعد كده بقى بدأ كاريل راح إيران راح كودفوار بعد كده راح إيران بعد كده دلوقتي موجود هو استلم بعد كارلوس كيروش بالمناسبة صح نعم نعم بعد كارلوس كيروش نروح هو مقارنة سريعة جدا هنشوف بس حاجات بلنا ستكون موسم الحالي هاتكون ستكون موسم الحالي بلنا سنتكلم عليها الفرس التي يخلقها النادي الأهلي في اللقاء تكون 9 الرجاقة معدلات اللقاء الواحد لكل فريق مصبوط معدلات اللقاء الواحد لكل النادي أهلي يصنع تقريبا 9 فرس في اللقاء الرجاقة يحاول اثنين ونصف من الفرص دي الهدف تمام يعني تقريبا النسبة تزيد عن 25% بحاجات بسيطة لكن فرقة الرجاء بتبقى تقريبا نسبتها واحد وستة من عشرة التصويتات نادي أهلي بيصوب تقريبا 16 في اللقاء الرجاء بيصوب 12 نادي الأهلي بيصوب 7 on target الرجاء بيصوب 5 معدل التمريرات بتاع الفرقتين تقريبا بنتكلم في نفس الحاجة أكتر من 500 تمريدة والنسب تقريبا 85.82% نسبة الدقة نسبة الدقة بين الفرقتين تقريبا نفس الحاجة برضو المراوغات تقريبا 23.22.14.13 للمراوغات النجحة تقريبا نفس الأرقام خسارة الكرة النادي الأهلي بيخسر كرة أقل من رجاء شوية الرجاء بيخسرها 74 معدلوا في اللقاء النادي الأهلي 69 بالزبط النادي الأهلي بيخسر 10 كرات تقريبا في المباراة في النصف ملعب النادي الأهلي الرجاء بيخسر 14 وده هيدينا اندجيشن ازاي الرجاء بيحضر الكرة من تحت وهو بيشتغل في البلد اوب بتاع الفرقة وتقريبا استعدت الكرة النادي الأهلي هي هي تقريبا زي الرجاء 45-54 والنادي الأهلي بيستعيد الكرة في نصف ملعب الفريق المنافس 10 مرات الرجاء بيستعيدها 11 مرة يعني تقريبا بنتكلم على نفس الأرقام طيب تعالنا نروح بقى لقرايتك لمستوى وأداء وطريقة شكل الأداء بتاع فرقة الرجاء ونبتدي عايزك تقولي رؤيتك في الناحيتين ناحية الدفاعية والناحية الهجومية وخلينا نبدأ بالنحية الدفاعية خلينا نبدأ بالنحية الدفاعية لأن دي بالنسبة لي المهمة جدا هنتكلم فيها على شوية نقاط موجودة أصدنا هنهاجم فعلي يبقى طبيعي جدا ان شاء الله هم مهاجموش بس يعني نبتدي بالنحية الدفاعية نبتدي بالنحية الدفاعية هنا احنا بس عايزين نركز في حاجة المسافة الصور اللي جاي الرجاء دايما اللي بالأخضر حضر يعني هو بيلبس يحضر يبيض أخضر وازرق هنشوف دلوقت هنشوف دلوقت دلوقت احنا يعني إيه اللي سلايد اللي موجود قدامنا هنشوف المسافة اللي مبين الفولباك والريت باك أو الليفت باك بنبدأ بقا يعني نمشي السور كده هنا احنا بنبدأ بنشوف المسافة اللي احنا حددن ما بين الريت باك اللي هو مدكور اللي عليها الشوء الأبيض دي اه واللي هو مدكور والريت سنتر باك اللي هو غالبا بيبقى يعني substitute هدهو دي يعني نكمل بالاذهو دي هنا طبعا سلميستيك هنشوفها كتير قوي من مجفعين الرجاء الكرة تسجلت هدف. نروح بقى للصورة اللي بعدها على طول. كانوا يلعبوا نهضة بركان ده. بالضبط. هنا برضو نفس الراجل اللي عليه لشهده الرجاء اللي جواه منطقة الجزاء. بيغطي تخطية غريبة جدا. الصورة اللي بعدها نلاقي الراجل فرصة. دي نفس الكرة. نفس الكرة. ده نفس المباراة. فرصة أكيد. بالضبط. هنا برضو دي من ضمن الحاجات اللي هنشوفها في الصور الجاية. إن فرقة الرجاء عندها ومشكلة في التو سينتر باكس. إن هم عندهم طوال جدا. تقريباً الاتنين بـ 193 سنتي و192 سنتي. فالترئيس على الأرض عندهم مشكلة كبيرة في الترنات. ودايماً وقفين على كعاب رجلهم. الترئيسة دي هنشوفها كتير بقى في الصور اللي جاية. يعني الأسهل إنك تخترق على الأرض. أحسن ما تلعب على كور عالية. نفس المسافة اللي ما بين مدكور والهدهود هي هي. الراجل بيستلم موسط الاتنين وبيروح يسجل جول. حدث المرمى إيه بالمناسبة؟ الزنيتي شفناه مع منتخب المغرب حارس مرمى جيد. وهو الأعلى قيمة تسوقية في فرقة الرجاء. واحد واثنين من عشر مليون يورو هو الزنيتي. برضو نفس الكلام الراجل وقف على كعاب رجله هي هي. نفس الترئيسة. نفس الترئيسة هي هي تقريباً. دي مباراة مختلفة. هنا برضو نفس الكلام الراجل وقف على كعاب رجله. وبيترقص بسهولة جداً. ليه؟ لأنه طبعاً التول مش مساعده إنه يعمل ترنات. نفس الكلام تقريباً. المسافة برضو اللي هي ما بين الفول باك والريد باك أو الليفت باك. والراجل بيطلع من دارهم. أنا أسافي إنه حتى جوه الصندوق يعني مفيش ضغط. يعني في كل الحالات اللي أنت جايلها. في مشكلة في البوزيشنينج كبيرة جداً. لو نقف عند الكرة دي لحظة. بص هما المفروض إن فرقة الرجاء في الحالة دي. تلعب أربعة وراء. أه، فرقة الرجاء بتلعب أربعة وراءة 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 واحدة. تمام. المفروض إن أنا هنا أنا الفرقة المنافس هنقف لحظة. بس فرقة المنافس هنا المفروض إن الراجل بيشتغل براحته. يعني هو لسه بيبالداب. فهنا المفروض أنا والراجل بيبالداب. أنا واقف في مكاني. يعني أنا أنا واقف متمركز صح 100% لا بص التمركز أصلاً الراجل الرايت باك مش موجود في الكادر خالص. مش عامل التغطية بتاعته المسافات مظبوطة. نروح للكرة اللي بعدها ونمشي هنلاقي الراجل راح لوحده في ظهر الدفاع. وسط أربعة مدافعين من فرقة الرجاء. برضو لازال يعني بنتكلم في نفس الحاجة كرة طويلة هنشوفها بتتكرر بعد كده. برضو في ظهر الدفاع الراجل الرايت باك سيليم ستيك بيغطي التسلل. وبردو نفس الكلام دي كلها يعني نفس المباراة. فطبعاً تكرار الخطأ في نفس المباراة. نرجع بس للكرة اللي قابلها بلاحظة. اللي بعد دي. بالضبط. هنا نفس الكرة اللي فاتت الراجل بيعمل كرة طويلة من نص الملعب. الصورة اللي بعدها الراجل راح انفراد ما بين الاتنين. التو سنتر باك ستاع فرقة الرجاء. بيكمل بيروح. تمفراد. اه بيك تشانس يعني. فرصة مؤكد. بالضبط. نروح بقى للتصور اللي بعدها. دي نفس الكرة. كان عنده حل ان هو يصوب او يعمل تمريراً ناحية التانية كرة هدف. بس المهاجم الناحية التانية بالنسبة. وفصيت لانه سابق الكرة. تمام. اه. هنا بقى احنا بنتكلم على. هنا الرجاء الابيض ولا الاخضر. اه. احنا بس نقف لحظة هنا. هنا الرجل الرايت سنتر باك هو المفروض في الدايرة اللي فوق على الشمال. لكن احنا حطين هنا مكانه. المفروض التماركس الصحيب بتاعي يكون فين. قريب من الرايت سنتر باك اللي بيضغط. يعني المدافع الرجاء اللي موجود على التمنتاشر. هو ده مش مكانه. هو المفروض واقف في المكان الاخضر اللي على الشمال. فهو هنا ساب المسافة دي كلها مبين ومبين. المدافع مبين ومبين المهاجم. فرقة الوداد. الصورة اللي بعدها. هنلاقي الراجل طبعا عنده مساحة كبيرة جدا للتصويب. والكرة دي تسجلت هدف. دي مباراة الوداد اللي انتهت واحد واحد. اللي بعدها تم إيقالة المدير الفني. وتعيين مارك فيلم. مصبوط. نفس الكلام المسافة برضو اللي مبين. الليفت باك واللافت سنتر باك. الراجل بيروح منها وبيصوب. وعلى كده الكرة دي بتسجل هدف. أنا معظم الأهداف اللي شايفها في الرجاء. كلها من اختراقات من العمق أو كورتولية من وراء في ظهر البكات. لكن ما فيش كورة عرضية. يعني ما شفتش أهداف من كورة عرضية. لا. كله لعب على الأرض واختراق من العمق. كله لعب على الأرض لأن المساحات. المساحات بتتقل المنافسة عندهم. تقول عندهم سوق تمركز. شديد جدا وعدم قدرة على التعامل مع الكورتولية. الوان تو وان. اه. هنا لو نرجع بس صورتين لحظة قبل دي. دي؟ لا. نحن كده بنقادل. هنا الراجل بيعمل كورة طبيلة نفس اللي احنا شفناها في المباراة اللي فاتت. دي مباراة تانية مختلفة. نعمل نشغل الصورة اللي بعدها. دي شغل الصلاية بقى في نص الملعة. اه. ده اللي ان شاء الله يعني احنا مميزين فيه. أنا أجيلك لطريقة الأهلي لو عندنا وقت برضو عايز أعرف الطريقة والشكل الأمسل للتعامل مع فرقة الرجاء من وجهة نظرك. نروح بالصورة اللي بعدها. نفس الكلام برضو بص المسافة اللي ما بين الراجل الليفت باك والليفت سنتر باك بص مسافة قد ايه. والراجل طبعا بيروح وعنده بيك تشانس ان هو يسجل الفرق. طيب قبل ما تكلم خلينا نروح للناحية الهجومية بتهالي كده بشكل كافي شرحنا المنظومة الدفاعية. نروح للإزمينة الأول كريم أحمد دوحة في مرعب تدريب النادي الأهلي نتطمن على تمرينة النهاردة بين منه أول تمرين والأهلي مكتمل الصفوف كريم مساء الخير. مساء الخير عليك الزماني العزيز أحمد سمير براحب بيك طبعا في البداية وكل التحية لكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بيك كريم النهاردة يعني متفقين أنه أول تمرين بتكتمل في صفوف الفريق في بداية الحلقة يمكن طمنت الجمهور على موقف الشناوي وعلى أيمن وعلى أكرم توفيق وعلى محمد مجدي أفشا وأنه دكتور أبو عبلة قال أنه كلهم جاهزين وبيشاركوا في المران يهمنا تنقلنا صورة عن تمرينة النهاردة وعن لحظات البداية فيها. يعني نقدر نقول نهاردة يوم مماس جدا الحقيقة الفريق النادي الأهلي لأن الصفوف بالحقيقة بالتأكيد طبعا اكتملت بالكامل. لكل الحمد لله جاهز يعني مش هنذكر أسماء القد من قول كل اللعيب الحمد لله كل اللعيبين الدوليين متخبنا الوطني بدر بنون وأيضا كمان معلول الكل النهاردة إن شاء الله يكون بيقدر تدريب جايج جدا وجاهز لي هذه المباراة المرتقبة وهي مباراة الرجاء. والنهاردة طبعا تدريب بقول فريق النادي الأهلي بحضور الكابتن محمود الخطيب وعلى هامش أيضا كمان الحضور الحقيقة يمكن كابتن هاني بريدة طبعا مهندس هاني بريدة طبعا تواجد مع رئيس الاتحاد الأفريقى أيضا كمان حمد بن خليفة حرسوا بشكل كبير جدا هم يكونوا متواجدين لمشاهدة فريق النادي الأهلي والوطمئنان على البعثة بشكل كامل. وأيضا كمان صابقوا الحقيقة في فندق الإقامة صديق الكابتن محمود الخطيب وكابتن نادي الريان السابق محمد السويدي طبعا يمكن هو عائل في طبعا كابتن محمود الخطيب وصديقه من فترة طويلة جدا فحرس الحقيقة يتطمن على فريق النادي الأهلي بشكل عام وجمعاته جلسة سريعة وده يمكن الروح الكبيرة جدا لمتواجدة بداخل النادي الأهلي. الحقيقة تدريب النادي الأهلي النهاردة طبعا إن شاء الله يكون كل المؤشرات إيجابية لفريق النادي الأهلي بيتسو موسماني لأن همية طبعا النهاردة للتدريب إن احنا نطمن على الحالة البدنية لفريق النادي الأهلي وتحديدا ألعابين الدولين. يمكن طبيب النادي الأهلي قلنا إن عنده شغل كبير جدا خلال الـ 48 ساعة الماضية والحقيقة قام بدور كبير جدا الكل جاهز تم تجهيز الكل طبعا محمد مجدي أفشي يمكن كان عن طبعا عمل أشعة أيضا سونار وأيمن أشرف جاهز بشكل كبير جدا محمد شريف أكرم توفيق يمكن شعر ببعض الألام في العضلة الأمامية لكن التضحيات بنأكد عليها في كل مرة مهمة جدا في هذا التوقيت وده اللي احنا لمسينه وهنشوفه كمان على مدار التدريب يمكن التدريب بدأ من 15 دقيقة الجزء البدني طبع معروف عليه لكن احنا مستنين بقى نشوف التاكتك نشوف الاتحامات التأسيمة طبعا اللي بيتسو مسماني هيأكد عليها في نهاية المران ليدانا هيدينا مؤشر إيجابي جدا لجهزية اللعبين الجهزية البدنية الحمد لله زميلي أحمد الأمور طيبة جدا الجو ومميز جدا كل الترتيبات الحقيقة تدريبات التنظيمية والإدارية أمر غاية في الروع الحقيقة هنا في الدوحة بنعمل إن شاء الله كعدد فريق النادي الأهلي تركيزه الكبير يكون متواجد غدا كمان هيكون مؤتمر صحفي واجتماع ف وكل الأمور طبعا الخاصة بها البروتوكول الخاص بها بطولة السوبر فإن شاء الله بإذن الله كل الأمور تكون طيبة فريق النادي الأهلي ونقدر بالجدية الكبيرة اللي شايفينها مع اللعبين وتركيز لعيب النادي الأهلي والحرص الكبير من مجلس إدارة النادي الأهلي يكون متواجد لأن لسه كمان عدد كبير من مجلس إدارة هيتوافد إن شاء الله قبل المباراة وغدا بالتأكيد الكل يكون متواجد وراء النادي الأهلي وإن شاء الله نقدر نعود من قطر بطولة السوبر الأفريق بكرة التمر هتكون على الملعب المباراة مظبوط يا كريم بالتأكيد سبعة ونص بتوقيت الضوحة يكون مؤتمر الصحفي طبعا لبيتسو موسمانيا والكابتر محمد الشناو ومن بعدها تمانية مساء وهو موعد المباراة بتوقيت الضوحة هيكون تدريبا رئيس الفريق النادي الآلي على ملعب أحمد بالعلي لا يستقبل المباراة مباراة يوم الأربعة فيها تمانية مساء بمشيئة الله أجواء المباراة والاستعداد لها والجماهير هتكون حضرة يعني يكلمني عن بره الملعب شوية بالتأكيد طبعا يعني انتعارف زميل أحمد بعد طرح التذاكر بأقل من ساعة تم نفاذ التذاكر طبعا تعارف استاد أحمد بن علي بيسعى لأربعين ألف خصصة طبعا خمسة وسبعين في المائة من ساعة الاستاد للجمهورين لكن الغلبة الكبيرة طبعا بالتأكيد لجمهور النادي الآلي ولو فيه أكتر من كده تذاكر الحقيقة كمان جمهور النادي الآلي متعطش بشكل كبير أنه يتابع فريقه لكن الالتزام طبعا بالأعداء طبعا خمسة وسبعين موزع على الطرفين النادي الرجاء والنادي الآلي لكن لو الأمور يمكن سمحت شوية النادي الآلي يقدر يكون متواجد بكتافة جدا فيه جمهور النادي الآلي الجمهور متواجد في الشارع بيقابلنا في فنده لقامة حب كبير جدا لجمهور النادي الآلي حقيقة والكابتن محمود الخطيب تحديدا كمان في فنده لقامة الكل بيحاول يتصور معاه الكل بيحاول أنه يأكد طبعا على أمية البطولة يا رب إن شاء الله بس دعواتكم زميلي أحمد دعوات كل جمهور النادي الآلي نحن نقدر إن شاء الله في تسعين ديها فقط لغير نتأكد على هذا الأمر كل مرة عايزين ننهيها في تسعين ديها إن شاء الله زائما نهيناها في السوبر الماضي ونقدر إن شاء الله بتوفير ربنا سبحانه وتعالى مع لعابة النادي الآلي وبقيادة بيتسو مسماني القيادة الفنية الرائعة داخل المستطيل وخارج المستطيل وتحضيره النفسي يكون أثر إجابي جدا على فريق النادي الآلي إن شاء الله كل الثلاثقة وكل الدعم اللي نجوم في رائتنا والبيتسو مسماني المدير الفني بشكرك شكرا جزيلا زمنا عزيز كريم أحمد من قطر مباشرة من ملعب تدريب النادي الآلي وكل التوفيق إن شاء الله لأبطلنا طيب تابعنا مع شريف النواحي الدفاعية ونقاط الضعف يمكن في فريق الرجاع المغربي خلينا نروح سريعا للقوة الهجومية والطريقة اللي بيعتمد عليها مارك فيلم خصوصا في ظل رحيل طبعا سوفيان رحيمي زي ما تكلمنا وبين مالونجو الاتنين كانوا أوراق هجومية قوية جدا ومؤثرة جدا مع الرجاع سواء في مشواره والوصول قبل نهائي في النجمة التاسعة اللي حقى النادي الأهلي أو وصوله لتحقيق لقب الكون فيدرالية هجوميا أهم أوراق الرجاع بداية هنشريف هنشوف الليسلايد معنا بالنسبة لي أهم لاعب موجود حاليا في فرقة الرجاع وهو هداف الفرقة هو حميد أحداد اللي ممكن ما كانش بيقدي أداء كويس ما عازل زمانيك وقت ما كان موجود هنا لكن هو دلوقتي أداءه تطور بشكل نسبي وهنا عايزين بس نرجع للصورة اللي فاتت لحظة هنقول هنا لازم نركز على عدد اللعيبة بتاعت الرجاع دايما الرجاع بيهاجم بخمس أو ست لعيبة طول الوقت في نص ملعب المنافس وعنده كرة اللي هنشوفها كتير جدا بداية من الكرة اللي جاية فيه لعبة مشهورة جدا عند فرقة الرجاع وإحنا شفناها كتير جدا مع فرق شمال أفريقيا إزاي بيحضر اللعب على زون فورتين أو المنطقة اللي قدام منطقة الجزاء وبعد كده بيدني للكرة اللي هي التشاب الصغيرة دي اللي بتعامل في ضهر الكرة دي بتعامل للجناح الشمال اللي بيتحرك في ضهر الباك اليمين بتاع نفس الصورة اللي احنا شايفنا للجناح الشمال نروح بقى للصورة اللي بعدها هنلاقي نفس الكلام برضو الجناح اليمين بيتحرك بنفس الطريقة وهنبدأ بقى نشوف إن هي الكرة دي متكردة بشكل كبير جدا ويمكن هي مشهورة جدا في شمال أفريقيا دي ملاحش علاقة بمدير فاني دي ليه علاقة بطريقة أو اسلوب لعب الرجاع هي ليه علاقة بتأسيس اللاعب اللاعب عموما في شمال أفريقيا عنده الكرة دي بيعملها كتير جدا حتى لو أوقات بتكون الكرة مش يعني مش مفهاش شانس كبيرة نروح بقى نبدأ نماشي الفيديو نروح للصور اللي بعدها بالضبط هنلاقي برضو نفس الحاجة عدد اللاعيبة بتاعت فريط الرجاع بنتكلم على الشاشة اللي قدامنا ست لعيبة والراجل الجناح بيتحرك أو الباك بيتحرك بسرعته علشان يبدأ ياخد في المكان اللي في ظاهر الاثنين الفول باكس بتوقع الفريق المنافس ونماشي بقى الصور بسرعة عشان هي تقريبا نفس الفكرة بتتكرر نفس الكلام الراجل الفول باكس طالع فوق نفس الكلام وبرضو نفس العدد بتاع فرقة الرجاع نفس الكلام الصورة اللي بعدها هنا الراجل بينقل من نص الملعب نعد اللاعيبة هنلاقيها خمس لعيبة نفس الكلام الراجل برضو محسن متولي اللي هو على اليمين هيبدأ برضو يروح في ظاهر المدافع دي كرة برضو بتتلاعب بنفس الطريقة بالرغم ان ما فيش أصلا شانس موجودة لكن هنلاقي ان طول الوقت اللي اتنين فول باكس فتحين الملعب عاملين وايد بشكل كبير قوي هنلاقي هنا نفس الكلام برضو دي الكرة اللي كانت قبلها الراجل بيعمل في ظاهر المدافعين نفس الكلام الراجل اللي جاي بيجري الفول باك ده هي نفس اللعبة متكررة بشكل كبير جدا الكرة دي بالمناسبة تسجيلة هدف هنا تسجيلة هدف اللعبة بتفرح بقى هو هنا طبعا الرجع بالزيل احتياطي اه بالأزرق هنا بقى الكرة دي يعني مفيش أصلا شانس خالص يعني أي لعيب عادي مش هيفكر ان فيه شانس تلعب لكن هو برضو محسن متولي لعبة وطبعا سيلم استيك من المدافع عدت ووصلت نفس الكلام برضو هنلاقي هي لعبة متكررة بشكل كبير جدا في كل الموتشات اهم مفاتيح اللعبة في الرجاء يا شريف اهم مفاتيح اللعبة بالنسبة لي على الموسم ده هو اللعب اللي بيصاب حالا هو محمود بن حليب انا شايف ان هو اهم العيب موجود دلوقتي عامل معدل عامل معدل برضو نفس الكلام المدافع برضو يعني بتوع فرية الرجاء رجل بيروح انفراد من مجرد تحرك بس علي معلول بالمناسبة دي حاجة من الحاجات المميزة فيها قوي معناد الاهلي مميز جدا في الكرة دي معناد الاهلي ازاي بيتحرك من وره وبيسجل على طول او بيصنع دي هو ملك الحقيقة الحلول زي ما بيسمه بالظبط خلاص يعني تقريبا الفرص كلها بتقول نفس الكلام برضو الرجل بيطلع نفس الحاجة نقدم برضو الفيديو بالطريقة بتاعتنا بناء على قريتك بناء على قريتك لشكل وطريقة لعب الرجاء عارف ودارس نقاط قوة نقاط ضعف الطريقة الامثل لمواجهته والتشكيل الامثل اللي نفذ الطريقة الطريقة الامثل لمواجهة الرجاء بالنسبة لي هو ان احنا نلعب بنفس الاسلوب اللي احنا بنلعب به الطريقة اللي احنا بنجمع بيها الكرة على مستوى الاطراف وبعد كده بنبدأ ننقل الكرة الكترية أنا بالنسبة لي الكرة اللي هتخرج في مباراة الرجاء من رجل عمرس كل كرة هتخرج من رجل عمرس سلية ومحمد مجد يابشه كرة مهمة جدا للنادي الاهلي خصوصا في وجود حسين الشحات لو هو اللي هلعب او في وجود بيرسيتاو انا شايف انه من برضو من مشاكلهم الدفعية وجود الاتنين مهم جدا لأهلي يعني شايف انه انسب اتنين في خط هجوم الاهلي الشحات وبرسيتاو اللي مباراة زي مباراة رجاء مش عارفة التفق وانا بالنسبة لي الهارمني اللي موجودة على مدار الموسم اللي فات كله اللي كانت موجودة ما بين حسين الشحات وما بين محمد مجد يابشه وعمر السلية انا بالنسبة لي نقدر نستفد منها الرجاء الميزة اللي عنده هي العيب اللي عنده الاتنين فول باكس بنتكلم على مضكور العيب صغير في السن 22 سنة العيب كتنشيل جدا والعيب مباشر جدا بالنسبة لفرقة الرجاء وانه هيري الناحية التانية العيب خبرة ويلعب منتخب المغرب والعيب عنده خبرات كبيرة وجاي من فرقة الوداد الاتنين دول هجوميا اقوية جدا زي ما احنا شوفنا في الصور لكن دفاعيا عندهم ضعف كبير جدا كمان بنتكلم على جمال حركس اللي هو العيب اللي جاء الموسم ده لسه ما دخلش ده مدافع ده مدافع لسه ما دخلش مع الفرقة بشكل كبير فما فيش هارموني موجودة عند معايا لما بيلعب رايت سنتر باك أو لفت سنتر باك ونفس الكلام بالنسبة للهاتهودي اللي يمكن عامل السن مع الطول مع الضعف اللي أقر بدانيا شفابي خليه ترقص بسهولة زي ما شفنا معايا دقيقة عايزك تكلمني على المواجهة بين فيلموتس وبين موسماني هتكون ازاي وهل تتعقى أنه الرجا طبعا فريق كبير وطبعا إحساسه أنه بطل أفريقيا لكن تتعقى أنه يلعب جيم مفتوح قدام النادي لأهلي وأنه يبادر بالهجوم ولا متوقحة مباراة اكتكاية ومقفولة نوعا ما من ناحية فيلموت أعتقد الراجل عائل قوي معندوش مش عنيد الراجل عارف إمكانياته كويس الراجل جرب فرقته في ثلاث ماتشاط في الدوري وواضح أنه عنده مشاكل كانت المشاكل الدفاعية أو كان ضعف المشاكل الهجومية في التسجيل الراجل في الثلاث ماتشاط سجل الهدفين أو ثلاث أهدف في الثلاث ماتشاط فده رقم قليل جدا بالنسبة الفرقة بتنفس على الدوري في المغرب ده بالنسبة لي مؤشر أنه الراجل هيفكر أنه يلعب بثلاثة في نص الملعب بنتكلم على تقريبا عمر العرجون بنتكلم على فابريك انجومة بنتكلم على محسن متولي وممكن يدخل معاهم الزريدة كمان لعيب بوتينش اللي صغير في السن بيبدأ مع فرقة الرجاء ده بالنسبة لي لعيبة هتلعب في خط النص اللي شوية ممكن الراجل يقدر يعتمد عليهم أنه إزاي ده في النادى الأهلي أعتقد مش هاجم النادى الأهلي بأكثر من اثنين لعيبة عبدالله الحفيزي عمل بطولة كويسة في بطولة العربية فممكن يرجع على البطولة الأفريقية سوري على سوبر الأفريقي أنه هو يبدأ يبقى موجود أساسي بما أنه أخذ مطشاط مع منتخب المغرب كمان حميد أحداد هو من اللعيبة المهمة مؤخرا يعني فممكن يكون موجود ده بالنسبة لي الاثنين لعيبة مع طبعا محمود بن حليب اللي أنا بشوفه هو عامل موسم جاية جدا أو بداية الموسم بتاعته بداية مبشرة جدا فدولة تلاتة العيبة اللي هيهاجم بهم فرقة الرجاء وأعتقد هيدافع باللعيبة اللي احنا قلنا أسماءها دلوقتي خط الدفاع مش هيخرج عن الهدهود وجمال حركس ومدكور باكرايت ونهيري باكليفت دي المجموعة اللي هتبقى موجودة طبعا في خط الدفاع اللي هيدافع بها النادي الأهلي النادي الأهلي اعتقد هو هيبقى ليدنج في المباراة أكتر علشان النادي الأهلي طبعا أقوى النادي الأهلي بدأ الموسم بشكل أقوى مغيرش المداربين كوتشينج وايز ما بين مارك فيلموت وما بين مسلماني اعتقد الخبرة هتروح أكتر لمسلمان يكونوا راجل بقالوا سنين في أفريقيا فبالنسبة لي كوتشينج وايز يعني اعتقد مسماني هتكون أقوى كفته أرجح ان شاء الله بإذن الله قادرين وان شاء الله بإذن الله موفقين نتمنى بس ان التوفيق يكون حلفنا في المباراة أمام ناحية القدرات والإمكانيات الأهلي ان شاء الله بإذن الله قادر يرجع باللقب من قطر بشكرك شكرا جزيلا شريف سالم وحل أداء وضفنا العزيز في السادسة دايما شكرا على وجودك معنا النهاردة وبشكر حضراتكم على المتابعة النهاردة كانت حلقة مخصصة نحن نقرأ فيها فرقة الرجاء بكرة نركز أكتر على فرقتنا وننقل لحضراتكم اللمسات الأخيرة والاستعدادات الأخيرة للنادي الأهلي قبل 24 ساعة إن شاء الله من مواجهة سوبر إفريقي أمام الرجاء المغربي تحياتي لحضراتكم وعلى شاشة الأهلي دايما قابل حضراتكم على كل خير